السلام عليكم يا دكتورة أنا زوجي ظالم ليا كتير كاسر بخطري وقلبه آسي علي هل بعدي عنه أو هجري لي ممكن أتحسب عليه أنا موتي الحقيقة أهون من نظر في وشه يا دكتورة هو رب جواي أسوأ من ناحيته مش أدر أن أنا أتخطاها طيب يعني خلينا أقول يا لين الرجالة مش عايزة تفهم إن الزوجة علشان يعني تفضل كده منورة ومزحزها وفي كامل بارقها إنك بس تسقيها بالكلمات والطبطبة والمرعاة فقط يعني ممكن تكون مقصر في أمور خاصة بالبيت والحاجة تمام أو المصاريف أو أيا كان ولكن بتطيب بخطرها وبتراضيها بكلمة طيبة هي شيلك في قرصها وبتلت مثلك الأعذار وعمللك بص عبنلك البحر ليه الرجالة مش قادرة تفهم في قصة زي دي على فكرة ده الحل ده المفتاح بتاع الكتالوج ده القموس اللي قد القرى الأرضية بتاع المرأة طيب ده جوز عشان برضا أكون بخطب الطرفين ماكنش يعني جاي على طرف دون طرف نقطة تانية كلامه أزاليكي ومش قادرة تبصي في فوشه وتمنعي نفسك عنه لازم تعرفيه إن اللي انت بتقوله ده أزالية وأنا محتاجة أطراضة أطراضة علشان أعرف أقوم بواجباتك الزوجية يعني إحنا النساء يا جماعة مش إنسان آلهية ريبوت انت هتتكى يلا الزرار تعالي دلوقتي يلا للعلاقة الخاصة يلا تعالي دلوقتي الأكل يلا غلط وده فكر خاطئ وفكري يعني مش عايزة أقولك لفظة على الشاشة أنا يعني إيه ده وتقولك وتبكي وتاعم تقولك يا إني مستباحة يا إني واحدة جاية كده وقع عشان خاطر بس تكره نفسها الست لازم زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني وإحنا ليه مش بنقتدي بالكلام ولا أنت بس شاطر بس تقول في أمور تانية خليني زي ما بدفع عن الرجالة والأزواق في الصالحين والمتزنين يعني المتزن نفسيا ومتزن في التعامل ما برضو بيبقى بره مطحون بيبقى جاي عايز يسمع كلمة طيبة بس يعني زي ما انت محتاج هي كمان زي ما انت محتاج وش مفروض ولأمتك جاهزة وفرشتك جاهزة هي كمان نفس الأمر أنا مناش فاهمة يعني القصة دي ايه وضعها يعني زي ما انت عايزها كده هي كمان فانت قوليه له تعال يا ابن الحلال طيب هقولك على ازاي تقوليه عشان عارف ان انتو بتدبشه مش ده الحقيقة مش انها دي الحقيقة دكتور حلو هقولي وفتاق وتقومي جاي ضربك كرسي في الكولوب ومنيلة الدنيا بقى باسلوبك لا وانت عندك الحق اهو انا معاك بصي بعمل اسقاط زيهني يعني اعداد لله واعي عنده انك في موضوع يا زوجي ان شاء الله بعد ما تيجي لو انتو في البلاد العربية انتوك واجهزة جمعة وسبب يا زوجي ان شاء الله بعد صارت الجمعة بعد الاكل كده ان شاء الله عارض معاك عامل لك عامل لك حلويات حلو وفي موضوع عايزة اكلمك انتو مش طيقاء وتقوليه ولا عايزة اشوف ولا عايزة بسمع كلام اسمع كلام خلتك هلا سمعي تاني يوم خلي بالك بكرة معدن طب لو هو سبت وحد يبقى السبت المهم يوم صباح اجازة اكل اكلته ونام وشبع وحد وقعد للحلويات او قاعد بتشربيه الشاي ولا بيشرب القهوة ايا كان قاعد بقول بيشربه ما بقولش لفظة تاني وقاعد كده باتزان ولا مقشرة ولا صوتك عالي ولا متوترة ولا انت مش عارف اتعبري ليه طيب يعني مع هاي المشكلة ان انتو مش عارفين تكلم ولا اتعبري عن احتياج شو فهو بيقول احتياجه صريح جدا واضح انا عايزة كده متزنة لا متنرفزة ولا مقشرة ولا يا زوجي الوضع اللي انت بتتعامل معايا به ده انا لا ارضا والامر ده بيلمني نفسيا والامر ده انا حقيقة يعني انا ما بقاش عايزة اعط في البيت بسبب الامر ده فمن فضلك على الاقل يعني من لم يشكر الناس لا يشكر لا عز وجل يعني قطر خيرك وكويسة وطب طب علي وقول لي كلمة طيبة بس وليه الامر ده عملي ازمة نفسية والدرجة ان انا مش عايزة اكمل في الزواج فيه اولاد وفيه بيت وانا مش حابة طلاق ولكن في نفس الوقت انا مش هادر اكمل بالوضع المأساوي ده مقابر في قلب البيوت والله مقابر وبيوت بقت خراب وبقت عملة زي بيوت اهوى يعني هشة زي بيت العنكبوت كده خطه شوفه بيتقطع سهل ازاي وقولي له يا ابن الحلال كذا كذا سمع وجامل طب تمام هيعمل شوية ويرجع ينسى ماشي المهم زكريه كل ما تعمليه والدنيا تمشي ما لا كلام ايه وبتاع ايه وكذا وسبيني وما نشفائك وشوفي نفسك وبتاع هاتي العيل هاتي الرجالة بنتي اللي دخلوا في الموضوع ويا يا نساء ما تحجي مش ما تحجي مش ابوكي ولا أخوكي بس بالأدب وفي الآخر يتكلمون طيب منتش عايزة تدخلي عيلتك دخلي حد عقل في العيلة عنده أبو جدو خالو أخوك كبير أنا مش عايزة أكبر بس أنا فعلا عندي أزمة نفسية كون انك تقولي ان أنا أمنع نفسي عنه وأنا كذا طبعا طالما في عقد مش هينفع عن المنع ولكن برضو انت مش إنسان قال ما انتش يلا 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 وهو شاتم وبهدل ودي نص الحديث يضربهم بالنهار وتيجي تطلبها بالليل ايه الكلام الفاضي ده لأ طبعا فشوفي حد عاقل من عيلتك أخوه أبوه جدو عاموك كبير سعاد بيبقى الخلان قريبة برضو من الأزواج تكلمين والله الواضع كذا كذا وأنا فعلا مش قادرة كم لأن أنا مش هينفع أسيبك ولا أنت تسيبي نفسك لدرجة أن أنا أوصل خلاص تكة قشة قد كده منضوع حايف جدا ثابت البيت وثابت البيت وكرها وبتوصل وبتوصل للكر من السبب عدم قول الكلمة الطيبة عدم قول المتح التشجيع والطبطبة والحنان وسقيا قلب زوجتك بالكلام الطيب مش دايما النقد ولوم وبهدلة ايه الكلام ده أدعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا بنت اللهم أمين